يستمر الرسول بولوس بيتكلم عن الأسلحة الروحية لابسين درع البر يسوع المسيح هو برنا البر أحبا أهن بيتكلم عن حماية الأعضاء الداخلية حماية القلب أيضا شيء ثالث حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام بيتكلم عن المبشر بالأخبار المفرحة ما أجمل أقدام المبشرين فلاحظ بيتكلم عن استعداد كامل أيضا للسير والحركة كجندي يكون مستعد في أي لحظة لاحظ أن يسوع المسيح هو الحق يسوع المسيح هو برنا وأيضا يسوع المسيح هو سلامنا شيء آخر بالأسلحة الروحية حاملين فوق الكل ترس الإيمان الترس الرماني هو الترس مستطيل اللي بيغطي كل الجسد فهون يعني بيغطي الجسد حتى يطفئ سهام إبليس الملتهبة الشيطان عم بيحاول يضرب سهام في الذهن أرض المعركة هو الذهن فهذا الترس هو للهجوم يعني ممكن يضرب فيه وفي نفس الوقت للحماية للدفاع حتى يطفئ سهام إبليس الملتهبة شيء آخر بيتكلم خوذة الخلاص المسيح هو خلاصنا الخوذة عادة كانت تصنع من النحاس وجوه مبطني شيء بيشبه السفنج اليوم لحماية الرأس بيتكلم عن رجاء الخلاص أيضا بيتكلم عن سيف الروح السيف هون سيف الروح الذي هو كلمة الله فالسيف هنا للدفاع أيضا وأيضا السيف يستخدم للهجوم فهو كلمة الله الكتاب بيتكلم عن كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس السيف الروماني عادة هو سيف صغير لما بيستخدم الترس وبيستخدم السيف حتى من بين الترس يستطيع أن يستله ويضرب العدو لسرعة الحركة وسرعة التجهز أيضا بنفس سياق الحديث بولسو بيتكلم عن سلاح الصلاة الصلاة بالروح وهذا الصلاة لجميع القدسين بيتكلم عن وحدة الجسد وعن الشركة اللي بتعطي قوة للمسيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة